على مدار السنوات الاربع الماضية شهدت اروقة الكونجرس الامريكي مداولات ومناقشات عديدة لادراج جماعة الاخوان على لائحة الكيانات الارهابية وحظر انشطتها في الولايات المتحدة لكن خلال تلك الفترة لم تسفر جهود النواب الامريكيين عن شيء بسبب رفض وزارة الخارجية الامريكية تلك الخطوة خوفا من تداعياتها على بعض حلفاء واشنطن في الشرق الاوسط وهو ما جعل الكثيرين يتهمون واشنطن بمحابات الجماعة الارهابية واستخدامها لتنفيذ اجندتها في المنطقة لكن تحت ضغوط عربية وعالمية وفي ظل اعلان اكبر ثلاث دول عربية هي مصر والسعودية والامارات تصنيف الجماعة كتنظيم ارهابي لجأت الادارة الامريكية الى اعلان تصنيف بعض افرع الجماعة كتنظيمات ارهابية وعلى رأسها حركتا حسم ولواء الثورة التابعتان لتنظيم الاخوان وخلال الايام القليلة الماضية عادت مسألة حظر الاخوان وادراجها على قوائم الارهاب الى سطح الاحداث مرة اخرى بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية لشؤون الامن القومي بمجلس النواب وجه خلالها عدد من النواب انتقادات حادة للجماعة الارهابية ووصفوها بانها قوى شريرة وحاقدة تضر بمصالح الولايات المتحدة وطالبوا الادارة الامريكية بمناقشة المسألة بشكل جاد وسط توقعات بعقد جلسة استماع جديدة باللجنة نفسها لاستعراض شهادات واراء خبراء الشرق الاوسط والجماعات الارهابية في الولايات المتحدة فهل تتكلل تلك الجهود التي تجددت باعلان حظر جماعة الاخوان ووضعها على لائحة الكيانات الارهابية ام ان المصالح الامريكية تعرقل تلك الجهود